قد يحيي هذا المشهد بدخول العلاقة الأمريكية العراقية مرحلة جديدة لوجود فيها لقوات أمريكية قتالية في العراق وجود أكد القاظم خلال مغادرته واشنطن انتهاءه بحلول نهاية العام الجاري لكن بين الانسحاب الأمريكي العسكري الفعلي وبين اقتصار الوجود الأمريكي على التدريب والاستشارة فوارق كبيرة وشاسعة واشنطن لم تنفي يوما أن فوائد البقاء في العراق تتجاوز أضراره ومخاطره ذرائع كثيرة وضعتها لإطالة أمد وجودها هناك كان أبرزها عودة داعش إلى العراق في حال خروج قواتها منها حاجة القوات العراقية للدعم اللوجستي والفني بحسب بايدن والقاظمي تره أطراف عراقية خداعا أمريكيا جديدا يبرر استمرار الوجود الأمريكي الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة تقول في هذا السياق إن الاتفاق الأمريكي العراقي إعلان مخادع لإبقاء الاحتلال وإن لا معنى للإعلان عن انسحاب القوات الأمريكية مع بقاء الطيران الأمريكي في أجواء العراق عصائب أهل الحق شككت في نية الولايات المتحدة سحب قوتها من العراق أمينها العام قيس الخزعلي قال أنه لن تكون نتيجة هذه المفاوضات انسحاب القوات الأمريكية بل هو مجرد تلاعب لفظي فيما أكد الأمين العام لحركة نجباء الشيخ أكرم الكعبي أن البيانة الأمريكية العراقي كذب لا قيمة له مجددا موقف المقاومة الثابت من تحرير العراق بالكامل موقف فصائل المقاومة العراقية الرافض لأي وجود للقوات الأمريكية تحت أي مسمى يأتي في وقت تطالب فيه أطرف عراقية بتشكيل لجنة لمراقبة الانسحاب الأمريكي في مصدر التحذيرات عراقية واضحة من محاولة واشنطن التشويش على سير الانتخابات العراقية المقبلة للتغطية على تأخير انسحاب قواتها من العراق